وصلت وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيدة من السعر الرسمية حيث تمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 461 قضية تموينية بمضبطات بلغت أكثر من 62 طن مواد غذائية وغير غذائية وفي مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستلاء على السلع المدعومة تم ضبط قرابة 14.5 طن مواد غذائية وغير غذائية وفي مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأسيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية تم ضبط قرابة 48 طن في مجال قضايا المخابز تم أيضاً ضبط 608 قضايا من بينها 250 قضية خبز ناقص للوزن و166 قضية خبز غير مطابق للمواصفات وفي مجال ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول القمح المحلي تم ضبط سلاس قضايا بمضبوطات بلغت 18 طن أقماح محلية